تلقت سعادة الشيخ حيات بنت عبدالعزيزة الخليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة رسالة من سعادة سيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بشيء تعيينها عضوا في لجنة تكافو الفرص والمساواة بين الجنسين في تأكيد على مكانة الكفاءات البحرينية على المستوى الدولي والإقليمية وبهذه المناسبة عربت الشيخ حيات بنت عبدالعزيزة الخليفة عن تقديرها واعتزازها بثقة اللجنة الأولمبية الدولية واعتزازها بعضويتها في لجنة تكافو الفرص والمساواة بين الجنسين مشيدة بالجهود البارزة التي يبدلها سعادة سيد توماس باخ للارتقاء بمنظومة العمل باللجنة الأولمبية الدولية تحديدا عمل اللجان المختصة وأكدت سعادتها أنها ستعمل مع رئيس وعضاء لجنة تكافو الفرص والمساواة بين الجنسين لتحقيق أهدافها وذلك بالتنسيق مع اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية وبما يؤكد الأهداف التي تسعى إليها اللجنة الأولمبية الدولية هذا ويأتي تعيين الشيخ حيات بنت عبدالعزيز في ضوء اعتماد اللجنة الأولمبية الدولية استراتيجيتها 2022-2025 وتقديرا لجهودها في إطار عملها مع الأسرة الدولية في اللجنة الأولمبية الدولية ترجمة نانسي قنقر